أمير سعود بالغنى على التعريف أهلا وسهلا فيك بالبودكاست غير أنه أمير سعود لاعب بسكتبول وأمير سعود حتى أنت هلأ رح تفسر لي أكتر دورك بالكوتشينج حتى وبالتربية الأجيل إن كان بالسبورت وشو يلي بتعمل بس إذا أنا بطلب منك وامير سعود يعرفني عن حاله على طريقته كيف تحب تعرف عن حالك أول شي نيلا عم أحضر لك كل البودكاست وعم أتعلم من العالم اللي عم تطلع وكانت مزيد من أن أحضر هكي ستراب تمثلني لأنه لأنه أعتقد أنني منطلق و لآن سترابي ستكون شخص أبتميست شخص يخلص شغله على الأخير طموح بحب لبنان بحب عائلته بحب الـ young generation وأنا هكي بحب عرف عن حالي حلو ورح نبالج بكل نقطة من اللي قلتهم وقت الواحد بيحكي عن الإيجابية قديش اليوم بالحياة نحنا بحاجة لإيجابية ونحنا نشتغل على حالنا تنكون ناس إيجابية لأنه في كتير ناس في كل الوقت بتسمع لا 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 وحتى بتربيت الولاد بيقلك ما تضلت قلو لا 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 بيقولوا أنا وعي نحشت بشو خلقت بشو جيت قص حتدقر هاي قص حتدقر هاي فهي من الأساس تواحد يكبر قديش الـ optimism مشي كتير مهم بالحياة تواحد يقدري دار يتطور وينجح ويشتغل على حاله أكيد أنا بالنسبة إلي تبقى أعوار بالشي اللي عم بيصير معيك إذا مانيك أعوار حتقطع عليك الشغلة حتحس بي sad moments dark moments بس وانس يور أعوار أنت وعي على شو عم بيصير أوكي كيف بدت أكيد إيجابية هيك بدأت تكون براسي أكيد إيجابية بدي لقى وين في إيجابية بالموضوع وهذا الشي صار معي أنا بكورونا بكورونا تعلمت تكون optimist وقفنا باسكت وقف الانقوم طبع الباسكت وقف الركض ما بقى عم بعمل سبور ما بقى عم بعرق كأنه خلص علقت لما بعد أخدتني 2 ويكس لما طلعت منها إنه أوكي كان كل الوقت بدي وقت لأعمل شي هلأ صار عندي كل الوقت let's try وهوني عملت الماسترش 7 هون بلاش أتعلم هون بلاش تمرن صرت أعمل كل قصص اللي ما قيت أعملها من قبل وكيف صارت معي عن جد النقلة هي لما تنزل لبما تروحي وتحكي مع مين مكان كله عم بنق It's very easy إنه نق نكيب بلاي مع هون الدولة الحياة العالم الدين الله اللي بدي يكي كله 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 بنق فإنه لا أنا عم ما بدي كون مثل هون بدي كون غير الطريقة اللي لقيت بها هديك الوقت إنه كون optimist ولاقي حيالله هيكي ضو صغير لأقدر كبره وانطلق منه هون مهم كيف الواحد تجرب ويطلع بفكرة ويتطور بالفكرة بتقول إنه بتحب تعمل شغلتك للآخر وبدقة وهلأ نمرة كيرا عم بيقول إنه بس يفوت بمشروع بيعملوا بتفاصيله للآخر بكل يعني بقلبه وشغفه بالبروفيسيوناليسم تابعك هيدا كمان نقطة كتير مهمة لكل الجنريشن اللي بتسمعك وبتابعك يعني إن شاء الله من أولادي وجر اللي هلأ زعلانين من النمر إنه مضاهرون من مدرسة ويجيبون معو أنت يشوفوك شو بتقول لها هالجنريشن اللي صار كل شي هين لقلون خانكون وقيعين اليوم السوشيال ميديا نحنا كلنا بنستعمله وشي كتير مهم وخصوصا نحنا كميديا بدورنا وبدورك وبيكل الدور أدوار بس اليوم صار كل واحد ماعتبر حاله إيزي واي يصير ستار إيزي واي يصير إنفلونسر إيزي واي يوصال وينجح وإيزي واي يطلع مصاري بالحياة ويمكن إيام في ناس تقول ما بدأتعلم وأنت كنت عبتحكي هلأ بنحكي عن الماستر شو بتقول لكل هالأجيال اللي بتسمعك وإنت مأسرة فيك أول شي بدي أقللهم كل حدا نوصل أو كان في طريق كتير صعب أخده وقرارات صعبة كان بده يعني ضحي قصص حساب قصص لا قدر يوصل يعني اليوم ما تحطي ما لنا سهل أبدا أول أول واحد أوكي هلأ بنحط بنجمع كارستان ومنطلع بنحكي أوكي شو عم تقدمي مع مين عم تحكي ضيوفيك أنا ما بقول إنه إنه في شي سهل فهون تجي قصة إنه أنت الإصرار طبعيك أنا ما ببلش كتاب لأنه بخاف ما خلصه فأنا إذا عندي وقت صح بخلصه للكتاب وشي تعلمته إنه لتقدر تخلصي شغلك ما فيك تعمل كل شي بإيدك و بدك توصل إلى هالمرحلة إنه تخلي ناس تساعدك وتطل بمساعدة بس إنه أكيب لك بس إذا بديك تعمل كل شي بإيدك كتير حتعذبه وحتفشله لا يمكنك ما فيك لا يمكنك تعمل كل شي بإيدك في الوقت وهذا الشي اللي صار معنا بالربي اي بشغلي إنه أول فترة كنت لحالي ومصر ما بنام ثلاثة يام ما نمت في ليلة مرتب تعرف ثلاثة يام ما نمت لأنه بدي خلص بدي أحكي الكوتشز بدي يزبط كل شي وكان حتت برشير على حالي كتير كبير إنه أنا استنمت شغلي بدي خلص على الأخير and I did it يعني تداعياتها كان كتير بشعين برناوت ما حكيت مع مرتي ما نمت تعبت تمريني تأثر الشخصي ما مبلش أنا أطلب مساعدة وصار عندي team of almost 62 people عم نتساعد لنعمل هالفاميلي لنقدر نوصل لأحلامنا لحالي ما بقدر أوصل وعم بزرع هيدا الشي فيهم لأنه together we can make ماجيك happen هيدا شي كتير مهم وياما في ناس ما بتقبل المساعدة ومبتعه بيعتبر أنه عاب يطلب الواحد بمساعدة بيعتبره حاله نقدرين يحملوا كل شي كله سوا يقدر يحملوا كل شي كل المسئوليات بإيد وحده egos egos is the enemy هيدا كتير أنا هيركومنت نحنا هلأ بالشغل بتجي فترة منركز على شي معين هلأ مركزين أنه نعطيك قوسة يعني اليوم لما أنا وياكي عم نحكي وطلع معاكي حق إذا أنت كنت كتير فخورة بأنه معاك حق نعطيك كاس أنه هيدا الكاس شو هتعملي فيه؟ ما أنه شي المهم الشغل يمشي المهم كلنا هالفعم اللي تكبر مما كان يكون معاكي حق it doesn't matter لما واحد ما يطلب مساعدة خايفان حدا ياخد الكاس منه أي كاس ما في كاس في هالأمبرالة الكبيرة هي اللي بدأت تنجح بكرة ما يقولوا الاربي اي نشحت ما هيقولوا أمير وفلان الاربي اي نشحت مما كان قطع فيها هو هيكون فخور بهيدا المرحل اللي قطعت بحياته بس أما بالنسبة للكوسة ما فيه شو حلو هالموضوع وشو مهم بالحياة كنت عم تحكي عن الكتب صح تقرأ كتب يعني منموم عندي ما بدي تكبر القصة بس أنه أنا إذا أبدأ بالنسبة بدي خلصه عندي نوتبوك حدي بقرأ بحط النوتس عندي مشكلة بالممري أنا شوي بنسى عم بحكي مع سبيتش ترابيست كلمان تساعدني لأكسس انفرميشن لهالدرجة أنا فعيد لأنه اليوم اللي بدأتلع أعمل بوبليك سبيكين أو أطلع بودكاست أو أنا أعمل ووركشوب بدي يكون ردي ما بدي حط أنه ينسيت أو كان فينا أعمل شيء أحسن I want to be ready Always تطور تطور learning growing books it's very important لأولادك لأولاد الكل they have to read knowledge مشهم نعرف وأنا وصغير كنت عفكرة أفكر هكي أنا هكنا بعرف كل شي عم علينا مثلا 14 years ما بعرف شي Every day I learn something new هاي الgrowth mindset إذا نحن نقدر نتبنيها كمان سكي حكيني عنا شوي لأنه كتير مهم هالقيام growth mindset مضبوط جيد انا اليوم قلت لك تحت الهواء انه انا عبالي موارف اذا كلمة اتغزل فيك بروائك بطريقة انت كيف يبريزنت اتعلم سو انا منك فين اتعلم من الكاميرامان فين اتعلم من البروديوسر فين اتعلم مي ايز اروايس اتبا ويتنى ان ترى شو النيو نولج اللي انا بقدر اكتسبه بس هذه مالك اللي عنده اياها لانه براسه هو بيعارف براسه انه يمكن يكون غلط وشي قريت وكتير حلو لتوصلي لهيه هاي 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 مفي حدا غلط فيه يكون انه اتنين قضاد واتنين صح اذا بتقدر انت تستوع بهيه الايديا انت صرت بمحال تاني ما فيه انا وياك نتناقش لأ انت غلط وانا بدي برهن لك انه انت غلط ونقعد نعلق هايدي الدراما دي اسكليت دراما فبالنسبه الي هايدي هي الهي البروديوسر اتعلم منك قدمة فيه اسمع مضبوط واذا اي كان شير سمتين تتعلم دي مهم هدا الواحد وانتو اكسشانج الناولوج يمكن كتاب عم بيقري حادسة صارت معه اكسبرينس مع حدا صارت بالحياة قديش هدا الشي مهم الواحد وبيتعلم اكساكلي كامنز تيري او شي بيقلك انت اللي تعلم الشغلة بديك تقري عنا تفهمها وتجرب تعلمها لولد صغير اذا قدر فهم منك الولد يعني انت تعلمت ايا وصارت عندك بالسيستم اذا ما فهم ما الحق عليه حق عليك يجب عليك انت لا تفهم انتها مضبوط غير انو الديليفري تابعك ما اقول لكم غلط نو انت بيكون مكتسبة كل شي عن هالأيديا لا تقدر يتواصلي له اياها ويجب انك اذا بتقدر تفسري له ويفهم انت عن جد عم تتعلم بالشغلة ويجب عليك شيء هلا مش كاس بس انو اذا انا عندي اكتبات وانت استفدت منها اذا انا افضلت مني وبالستراب انا هادين كمان سي تقلك اياها كل حدا انا ايميت انا احبب ان تغيب انتباعه وبدي بعد خمس عشر عشرين سنة يجي يقول انو الله يوفقه عطاني انفرميشن معيني وانا ما بضروري اعرف عنه بس هكي برتاح نفسيا ايجي امي ايجي 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 اين اجت هالفكرة هالاحساس انو واحد بيحب يغير حياة التانية ويأسر فييون ويعطيهم ايجي 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 اوكي صراحة هي من بيه انا بيه بيساعد الكل بس عنده مشكلة هي توقع انو حدا يعطيه شي بالمقابل ودمرت نفسيته من ورا هالموضوع حدا عنده مشكلة بينزل بيساعده بيتوقع انو انو ايجي حدا يرجع يقله بتليفون ويقله شي هيدا شي ما صار معه ولما شفته زعلان من كتير ناس قراب منه ووقف حياته انا ما بدي هيك انا بدي اعرف انو انا ما بدي شي ان رتون لانو اذا بحطة براسي بتصير انو انا ما بدي شي ان رتون ويأعتقد بيطلع لي ان رتون عرفت كيف هي وانما ما تتوقع شي وانا ما بدي شي سيحدث انا بحطة 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 انا بحطة 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 صراحة ايه اكيد انا بحطة 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 بحط وما بدأ. انا اذا هيك مع العالم ان هني يكونوا هيك معي. وقال لي اليوم شي كتير مهم. طالما انا ما اني متوقع شي كتير كبير ما حيصير شي. وهي اختي كمان. بدي اعطيها كردت. لما كنت صغير ويكون عنا الظهرة. واصحابي ما يردوا علي على الظهرة او يروحوا بالي. كنت كتير اداية واتأثر. تقل لي انسى منروح انا وياك. منعمل شي تاني. انه ما ما توقف حياتك. ممنوع توقف من ورا ناس. انه ما كانوا معاك اوكي فيك تزعل فيك ده. بس ممنوع توقف حياتك. وعلى صغير هاي بتخيل لي على اكبر كيف بتكون. بدي اقرى علق لك على قصة انه واحد ياخد لانه بينسى. هي مش فقط لانه بينسى. هاي دي من بالحياة. كتير مهم اذا الواحد كل ما يقرأ شيء او كل ما يسمع شيء الفطل ونظره او كل ما يطلع شيء قدمه الفطل ونظره. لانه هيك الاخر بيكون شخصيته والفجول وكون هو يرجع يتذكرون ويفكر وياخد منه تحليل وعن جد انه هولي انا عم مرؤن لانه بعرف انه بهالحلقة معك في كتير يونج جنرائشن راح تسمع. وانا دايما الاني عليهم انه هنه كيف راح يكونوا يمكن مع انه هنه سبقيننا كتير بالتكنولوجي بكتير اشياء بس انه عن جد الانسان كيف هو بيكون حاله. انا هون بدي قليك شيء. الورقة ما بتنسى. انت 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 انه يصنع لتصنع ايديات ومماريات. الورقة اللي محقة شيء ايدي عندها. خليها تكلمها. وانت خليك كرياتي. واني تريد ان تشترك كرياتي واني ترميك ايدي كرياتي. واني ترميك في كل ما بات. وبالنسبة للجنرائشن ما كتير 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 الان. اصبحت الى اللي بيعمل رياضه. انا بشوفهم بالاكادمي شخصيتهم طريقة دي بيزنة بياخدوا قرارات هني they are sure of themselves و اللي ضعيف بيتقوى ضغري بالسبور it's very quick بيخسر game ما بنقير فيه بيطلع لفل هلا رح نحكي فيه نهور هل كلهم بيعملوا لقصص براسه he needs to deal with them at a young age وبيسابورت سيستم معين اللي هو كوتش اللي بيحبهم لإدارة اللي بتحبهم ف I think athletes student athletes are safe طلع بالكاميرا شو بتقول لك الواحد لمن هال young generation نصايحك أهم واحدي إنه do what you love وما تعملوها كرامة ترفيقكم هنيك ما تعملوها كرمال بايكم بدو ياكم تعملوا حدا الشي do it out of love ولو شو ما صار do it out of passion that's my motto in life حلو خانرجع أمير وين كان بالمدرسة كبر تعلم توصل للباسكتبول هالباركور خبرني جيد انا متأكد كل حدا بيعرفني من المدرسة ما بيتواقع انه انا هون هلا ليش it's tough كنت بس بلعب رياضة so I didn't create friends كل ما ي من المدرسة هني الرياضة هني الرياضة اوكي وهذا بيتغير كل ما يتغير فريق بتغير الرياضة ادوكيشن وز ما كنت top يعني في سنة انا سقطت كل المواد نجحت موادين math economics بقعوا انه انا عمل هيك evaporation وليه ما بترجع بتنزل الماء I didn't know بالمدرسة I'm pretty sure بالتربية والتغرافية وتاريخ وكل هولي اخدينهم ما كنتمركز ابدا على ولا شي so ما بندم بس انه اه اطعت بكتير قصص شو اللي وعيك وعيك probably كورونا probably انه اه اوكي وعملت المنترشيب بروجرام اللي بيقلك بديك ديول كارير كل حياتي كان اخيي وبي واخواتي يقولولي بركت عورت بركت وقفت الباسكت بتعمي خبز الباسكت كينا حطول عم يعاندولي هدا الهاجس براسي بس بوقتها صدقيني الاثليت ما بيعرف شو بدي يعمل on the side اوكي انا بدي اعمل شي تاني ما بدي بس باسكتبول شو فينا اعمل ما بيعرف لأس وعي بدو منتر اليوم الاهل ما بتخيل هنه the right mentors بالكارير path unless هنه كانوا بهيد الباث ويمكن يساعدك تاخدي انت القرار مش يقرر عنك الاهل بيقرروا عن الاهل وهي دي اكبر غلط حطه بمحال surround him بشي انا بدي طلعه بس ما في نقل له يا ابني بدك تعمل هيك هادي اكبر ضرار لما يصدقيني بيوصل لمحال he is gonna burn out he is gonna leave it وياما داكاترا حكما اثليت حتى بيعملوا لانه بيهم اثليت بيوصل لاخر شي خي انا ما بدي هالقصة هال pressure كله وهالضغط وهالشوطة بره وهالكوتش العييد انا ما بدي اياهن ما انا ما بحبه ومنشوفه so بالمنترشيب بيعلمك انه اول شي ما اني باسكتبول بلاير it's what i do لنبلش من هنيك second of all i have to do something on the side ما ضرر يكون 50-50 فيكون انا 80% من حياتي باسكتبول 20% reading books knowledge certificates workshops online تطوع عرف تقليل انه انت اليوم لما يصير معيك شي بالباسكتبول وهيدي بيقلوه اكتر شي the transitions يعني الانتقال من مثلا تعورت من كنت عم تلعب لو وقف تلعب هتفوت بـ depression شو بيطالعك من depression support system وهيدو الكارير اللي عم تعمله on the side اذا عندك شي انت to wake up the next morning ما بقى بتفكر كتير ما بقى حالعب باسكت وواوا ما بتفوت بالـ depression if it's all what you do is basketball وبتوقف من مينك ما بيطلعك بقى من هال dark hole اللي حتفوتي فيا من انت وصغير من انت وصغير كنت لعب باسكتبول كان هاي الفاشن تبعيتك صراحة لا ما باشن وز كل شي خاصه برياضة كنت اصير ما كنت سريع وقطعتي صغيري كانت بوقتة سوو رحت لها في البور ping pong handball سباحة راكد long jump عرفته هولي ما كان بدهم حدا معي يكون قوى مني قد 14, 15, 16 طولنا كبرنا بلشت العاب نزلت عناد الرياضي خدتها مور سيريس وصراحة كمان ما انا كنت عارفين حاوصل لهم honestly ولا اهلتي بس they were pushing me out of love love made it happen وصلت هلي اليوم انت في captain قدش يعني اعطتك rewards وكانت مهمة لقلك ومسئولية وشو هالدور والمسئولية يلي هنا يعني الواحد البسكتبول بلاير ورح نحكي بال verticus تبعيتها انك تكون بسكتبول بلاير انك تكون captain فريق انك كمان اللي بتعيشو كلاعبين يعني اللاعب اللي بيعيشو الضغط الاسترس بين الضغط والاسترس فوت الطابة ما فوت الطابة شو بيصير اذا واحد خسر ماتش اذا امكان هو بيتحمل مسئولية خسارة الماتش او لا كل هالأمور والشالنج اللي بتصير عايشو والاسترس بالاخر كنت عم بحكي قبل من شوية عن burn out شو بيصير باخر الماتش وباخر competition او باخر اذا كنا عم بفينال شو بيصير بالانسان اوكي سو حبلشلك امير كالعيب بتذكر انا عامل انترو حدا بيسألني انه امير اليوم انتوا ربحتو مبسوط ما كنتقلعب وقتا بتقولوا انا كتير مبسوط ناطر النهار اللي انا اكون اللي دور بالفريق لربحو كمان عملنا انترو انه انا 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 اللي اتعلم من الشباب اللي قبلي بس يعني اكتر level of responsibility لما تكوني انت الكابتن اوكي ما حط ضغط احالي بلاك سألتلك it's an opportunity i'm an optimist ف اليوم الفريق بيطلع بي ups and downs اليوم اليوم الكوتش مع لعيم اليوم الاجانب ما عم يعملوا performance اليوم مثلا نت السيد اخروا معاشات فعندي اضغوطات social media is attacking one player of mine منتخب لبنان انا كابتن رياضي وكابتن منتخب لبنان so لبنان كله عم يحضر المنتخب لهم 12 لعيب وكوتش وإدارة ومتحاد so انا مسؤوليتي اذا بديك احميهم اكون وهاي بتجي مع reward انو تحملي الكاس تنعرفي كابتن وبعدين اليوم مش حيالة حدا بيقدر يصير كابتن مسؤوليتي كبيرة I hope I can be at top of my game بهادا الشي لانو صليصني بس ومعقول افشال معقول انجح حرفتي بس انا بالنهي براسي انا بس حق انجح وانس حس انو هدا شي اكبر مني وما قادر انا اعطي ام انا ما حضرني مكمش فيها مش بدل الكرسي يعني حكضرني قادر وهدا الرياضة معرفتي هلا الضغوطات والburnout كتير كتار بالباسكتبول اليوم بعرف اصحابي بيخلصوا game بفوتوا على facebook بفوتوا على page بيشوف الناس شو عم تكتب عنا هذا the worst you can do لانو اللي عم بيكتب هو يمكن ما نفهمين باسكت يمكن ما فهمين انت في كتير قصص ما بيعرفوها العالم بس انا ما بقلو ان ما تكتبو انا بقول لها اللاعيب ما يشوف وهيدا صارت معي مع اباية وخية كتير بيفوتوا على السوشيال ميديا وبيقروا وبتوصل المحليات انه بيسبوا هيدا بيجي بايم دبرس شو باك بابا انه هولي ما خصنا فيهم ان احنا هني عم بيحكوا اللي بدهم لا وبيقبو هيك بدي فوت رد عليه يوم اذا بفوت بترد عليه يعني انت عطي تير اللي بدهم هدا هيدا موضوع تاني قصد ليش بيكتبو ليش دي ار بولينج هني شو صار معهن هني وصغار هدا اتسا ديفرنت ستوري هلأ بنحكي فيه كمان غير انه واحد زعلين كتب هارد لك رياضي امير كان فيه يعطي احسن بسا هيدا بس كمان بديك بديك حدا يقل للاهل انه انتو اليوم جس سبورت مش بالأبس بس بالأبس ان داونز اليوم باي اذا انا كنت عم بلعب حتى تسال لي باي ولا عالدني وكسر وصار يهيس هجم التاني عمل ترن اوفر طلعت فيه ما لقيته او لقيته عامل بارم انه لا انا بدي يكبل بالتنين نفس الشي بالترن اوفر اذا قفلت اللي ما علي رجع لورا بالسلي كمان تقول لي برافو ورجع لورا لانه مش هحط سلي وتخلص وهاي كله انه نحن عم جرب وعي الاهل عن هالموضوع لانه بتأثر على ولادكم حكي لانه حكيني مزبوط بالتفصيل عن هالموضوع يالي اليوم الولاد بيحطوا الاهل بيحطوا على ولادهم وانه بدكت لها احسن لعيب بدكت لها مثل امير ومثل 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 الولاد بين بعضهم البولينج اللي بيصير كل هالأمور بتصير مع هيدا السترس اللي بيصير فيت بقصة الجيم ودائما انت بتحكي فيها حتى مرة كتا عم تخبرنا انه كيف الكاسك والموسيقى اللي بتفوت انت أيام على الجيم وكل هالأمور تو ايزولات الانسان انسان واللعيب لعيب واكيد لازم يعطي هاي بيرفورمانس ويكون محضر وعنده مسئولية وعنده دور وواجب تجاه الناس اللي بتحبه جمهوره وفريقه بس شو هالحياة هيدا الحياة طبعا اللاعب ومن هو وصغير كيف الأهل كمان بيعملوا هالبريش انا عبالي وجه هكي للأهل اليوم اذا انت عندك ابنك ورفقتك عنده ابن اليوم انت مش عم تهيسي لابنك انت عم تهيسي لانه ابنك لعب احسن من ابنه هون مشكلة كبيرة رفت علي بيصير الابن مش عارفان انه ماما لها الادمة بسوطة مسلا هي ما عارفان انه ولما يطلع ولد بلفل رفيقه التاني ما يطلع بيصير مثلا نتسي بعرم الاهل هيدا غلط هيدا كله انه بكرة اذا ما تمرن منيح التاني حيرجع يسبقوه وما بدنا نفوت بهيدي اصناع الكمبيتشن وبالأعمار الصغيرة انه اذا فينا نلعب بالأسكور لاتس دويت ما بدنا نحن نربح بهالعمر it's not about winning it's about creating هيدا البرسونالتي بهيدا الولد ليطلع هو بيحب اللعبة بيحب أصحابه بيحب التيمورك مش انا حطيت النسان اليوم امير اليوم انا حطيت خمستاشر نقطة اي دونت سمايل لانه اذا سمايل ام ريينفورسين هيدا الشي انه برافو عليك لانه حطيت خمستاش بكرة لما ما تحط خمستاش ورفي اكي يحط يعني انت منك منيح نو حبيبي انت منيح اليوم وبكرة وبعد بكرة وفي داي as long as انت بتاعت الأفورت تبعك هيدا دا السوضع بالنسبة للبرشور والبرناوت هي كيف انت بتربيه للولد اليوم اذا انا بخلي ولد يصفر الكوتش وما يجيه بكرة بعد بكرة لما يصير منتخب حيصفر الكوتش وما يجي كوتش المنتخب مش كوتش متل كوتش المنتخب في كل لبنان ناطر ياخد هادي سبوت اندي بيكون رادي لتوصل للمنتخب ويكون عندك كل شي السفرة لما يطلعك الكوتش ما فيك تعمل هيك مسلا كمان ما نعلم يعني عملنا صف بقلبه بها القصص هلأ حنطلقه يمكن مسلا بعد شهر نحكي عن هالمواضيع طبعا الباسكتبول شو بيمرو في اللعيب بدي يوني يكونوا محصنين اللعيبة ما بدي يوني يفوتوا عشي هن هي ما عشو بالرياضي لتسي فا I think that's it وإزوليشن is very important بدي يكون عندك روتين للجيم هون يعني هادي جديدة على لبنان المنتل البربراشن يعني اليوم نحنا بنعرف انه فيه تمرين فريق فيه سكيلز فيه جيم فيه نيوترشن وهلأ فيه المنتل بربراشن شو هي المنتل بربراشن انت كل قبل جيم بيكون عندك روتين معين بريحك نفسيا لتقدر تفوتوا تعطي كل شي عندك ما بدك فاكترز انسين فاكترز كل يوم كل جيم لا بدي اعرف انه انا قبل الجيم بدي اكل هالأكل بدي انام هالوقت بدي اتروأ almost هاي الترويقه عرفتي بدي اعمل ويك اب ساشن تبعي كنا عم نحكي عن الأكاديمية وعم نحكي عن الأهل والولاد والكوتشية ومش بس بالباسكت بتشوفها كتير مبعف زواي من كان بالعالم أو بالابنين انه قديش ابنك احسن من ابني وابني احسن من ابنك وا 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 داي بتشوف الكوتشية انه يمكن اكيد في ولد بيلعب احسن من ولد في عنده ولد تالان اكتر في ولد بيشتغل اكتر من ولد بس وقت اللي بتبلش كمان نوع من بوليينج معين او ما عشو نسميه باللعب انه الكوتش وقت اللي هي تجاج وبيحسس الولد انه انت منك منيح واصحابك المنيح اصحابك اللي بيستاهلوا يكونوا وانت لأ لازم تفل ديش هدا الشي بيأسر على الولد من هو وصغير مش بس بالرياضة عليك يمكن يتأثر على كل شخصيته وبصير انت بدك تشتغل عليه تترجع تشيله من هيدا الشي وكتير عم نشوفها هالقييم وبيصيروا الكوتشية بيكونوا باعمار كتير صغيرة مع تبني حالهم عم بيعملوا منتخب العالم يعني او عم بيلعبوا هادا النقطة كتير مهمة وهيكي متل سبطيني بالصميم لانه اول شي ببلش حقه علي انا انا ما قعد مع الكوتشز مور اناف لافسر لهم هيدا الموضوع الكوتش اليوم مزبوط بيكون عنده بس اليوم هو متل مدرسة المدرسة اللي بدا تعمل للكوتشز اللي هتفسر لهم شو بيمرق هيدا الولد بمراحل بس نحنا اللي عم نعمله شوي منيح بالرياضة انه نحنا عم نقصم قد ما فينا حسب الليفل تبعي كل ما انا حطك بالليفل اللي بيشبهك طالما انا عم جرب احميك قد ما فيه هون انت اذا بتتمرن اكيد من عليك لفل بس لما انا حط واحد نوعا ما منه منيح بالباسكيت معه حدا كتير منيح بالباسكيت اللي بيصير هون ايه بنخلق هيدا لانه مح اعطي باس مح نعقي معي بالفريق اوكي يمكن هني ما عندهم اياها بلد ان خلقتلهم اياها بانه انا ما عربتهم مزبوط هون بيجي دور الكوتش اا اول شي يقلنا يلفت لنا نظرنا انه فيه لعيب ما لازم يكون معي يا لازم يطلعوه يا لازم تنزلوه حسب وشالة تانية اليوم بتتعفي باخر شي بيلعبوا جيم بينققوا كابتن بكابتن وبيصير ينقق اصحابه هاي دي كارسة هاي كل مرة لازم يكون في كابتن كل مرة لازم نغير طريقة التنقاية عرفتي انا ما بدي اعطيك انت كل مرة بتنقق خلاص صورتي حافزة ثلاثة الاساسية وفي اتنين انت بتنقيهم اخر شي هول اللي حيتنقوا اخر شي بعيد وبي معقول هني اللي يطلعوا لعيبة لانه بيكون اا عندهم عندهم كتير كبير وهي صارت معي بس انا ما بدي هيك بدي تشالنج تجي مش قاطف عقد نفسية خلقة اا نادي او خلقة كوتش او خلقة الععيب اوكي اا انا صايرة معي كتير انه نحنا مثلا سيفشلنا ببيتن قاية العيبة بطريقة مرتبة بيجي عنا حضا بدي ينزل لفل بدي اقولي اهلاته اا اكيد مش واسطة عم بيعملوا انه ابن داية ما قادر يجي بقى على النادي مش عم بيتقبل انه يشوف اصحابه طلعه هو لأ سو انا بقعد معه هيدا الشخص بجري بفسر له عقد ما بقدر بجري بغير له طريقة تبعه انه لأ بحط له انت بسلا لسه يدعاف ثلاثة كيلو خمسة كيلو بنساعدك باثنين برايفيت واتفر مع انه انا ضد بس انه وبخليه يعمل ازا وصل لطارجت انا برجع بعليه لو منه لو منه ابدل اوكي بعمل له لالجولز اللي هو حتى وفي عندنا اوكي تاني انه يفل له وهيدا بزعل كتير بس بمبسط انا ما بدي يوقي في باسكت ما بدي يكره اللعبة لانه بهيدا النادي ما قادروا حطوه بالمحل الصح باركي راح لهونيك لقى حالو ورجع ايجا بعدين سو انا بالنسبة ايدي هم يدلوا عم بيلعبوا باسكت بول ريجاردس شو بيصير معاك بليز لعب باسكت معنا او مش معنا اليوم معنا بكرا مش معنا اليوم معنا وبكرا مش معنا انت بالرياضة شنهار اجيك اوفر من الحكمة او من غير نادي عم تقلبيلي هيدا من راسي قلبت هلأ صرت امير اللعيم صراحة اجياني كتير اوفرز بس انا ما بدي فل وحتى اخر مرة انجد ما كان بدي فل بس حا احكيها متل ما هي انه sometimes you need extra income ويمكن النادي ما كان شايف او كان ناسينه نوعا ما انا I want them to wake up انه guys ان امير بيقدر يروح بيقدر يشيق offers وهدا شي اللي صار ماني كتير مبسوط انه رحت وعملت هدا step بس I had to رح نتصورنا مع فريق تاني ووصلت على النادي it wasn't a nice thing بس انه تفهموا I love that about them انا واي عطوني كل شي بدي so اكيد ما حفل اكيد ما بفل it's my home و هني عفتحولي الopportunity للRBA للأكاديمي الرياضي فانه نحن وحدة حال متل ما بيقولوا هيكي بتخانق شوية بس it's fine طب علاقتك كنت عم بتحكي بالنادي ونسؤلين وعلاقتك بالله عيبة كيف يعني كيف بيكون ال spirit ضمن الفريق spirit بتعقد هلأ بالمنتخب طلعنا متل هاشتاج او موتو جديد انه لبنان اللي بيشبهنا مع الروكيز لانه هنه اكيد they're suffering too much pressure هول الجداد الاربع اللي طلعوا عالمنتخب هلأيهم ضغط كتير كبير بيكونوا خايفانين وبدون يبرهنوا حالهم سو جردنا قد ما فينا نريحهم خلقنا جو حلو بالفريق وبالرياضي it's a long story صارنا زمان مع بعض الديان اي موجود الربح موجود الانا مش موجودة اتول اي هيكي مثل ما بيقول ضلني i repeated واصضا في games مبشوط ع السلة بس افرجيهم انه it's not about numbers it's about winning it's about the team ما ضروري يبلش ما ضروري يحط سكور اذا انا شف ترفيقه مش عم مثلا انا هافتو go lift him up هولي اللي عم بيعتوني هلا الباشن هالفترة هولي الريتايرمنت اذا عمنا حكي الريتايرمنت هولي عم خلوني اخر الريتايرمنت انه بعد قادر اعمل قصص بالباسكتبول غير انه بس شوتوا حطوا صلي في كتير بيسألوا انواء العرقجي صديق او زميلك both actually ما ضروري قلتلك بالسركل تبع الباسكتبول حسب مين فريقك يعني اليوم اذا هو معنا بالفريق احنا اصدقاء وزمراء اليوم لما احنا مش بالفريق احنا اصدقاء عارفت علي احنا اصدقاء 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 احنا احنا اصدقاء في جملة بكتاب كتير حلوة بس مش حقدر قولها لأنه تفوت على الحبس مهم إذا you look it up you will see why تفوت على الحبس لي A friend is gonna be a friend that doesn't change and a mistake is a mistake and that doesn't change إذا تعمليت لك جوجل بتشوفي مين آيلا بتفوتنا على الحبس طغري أنا رح تخيل الناس كلها تروح تعمل جوجل هلا مين أقرب شخص بلعبة الباسكتبول كلها مش تري بأس من الرياضة لألك لعيبة ولا إدارية لعيبة وإدارية لأنه أنا لأقل الإدارية هني حجم أزن طبارة اللي أنا وعمري 17 سنة he guided me throughout my career وعلمني قيمة الكنزة الرياضة وعلمني قيمة الroyalty وقال لي أنه أطلع الدرجة السلم درجة درجة بوقتها ما كتير فهمت علي بوقتها كان بدي أنا أكون عم بطلع فشختين ثلاثة بس I love أنه مسيرتي ما تأثرت لأنه طلعت درجة درجة وراسي ضل براسي ما كبر برات راسي بالنسبة للاعيبة كتير 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 يعني أنا بلشت مع جوفوغل علي محمود عمر التريكس معي الأحمد الجولدن إيرا تبع النادي جاهت بعدين رحت منتخب مع فادي الخطيب وهلأ نحن مع واقل كريم وعلي منصور وكل حدا بيقطع رياضة سني سنتين وبفل رويس ميحة مثلا غير لي رويس ميحة أعطيك إجزامبل كتير عم بقول له بدي هيدا المعاش وأنا عم سو هابي بكل حياتي هو اللي قال لي أنه عمير هيدا المعاش ومعاشي أكبر والأكبر عرفت عليه يعني هو إذا بقبض ألف بقول له أنا بتعافي إذا بعمل ثلاث تلاف بالشهر أنا جانا بي خلاص مالك الدنيا قال لي لا لو بتعمل عشرين ألف ما حد يقدر إذا توصل للي أنت بدك فبوجر له تحيي كتير كبير وبعدها براسي لأنه بوقتها كان أنا فوت بغيمة سوداء بالجيمز هو كان يطلعني منه تعرفين ما الغيمة سوداء ما أعطوني باس مش التمنيح الكوتش طلعني الديفنس عم يسكر علي ما بقى عم فكر كيف بديه بسوليوشنز خلاص حيك بالجيم بسين ما بقى بدي أحكي مع حدا ما حدا يحكي معي بس هدي كيف تختيتا اه أول شي توبي أعور إن أنا بالغيمة هادي اهمة واحدة انا بغيمة اوكي بتطلع ايه اوكي ناكس بلاي شوفيني اعمل شي يطلعني من الغيمة ببلش هيدا سمول ستابنك ستون طبعا ايدي بتكون جود باس بزقف لحدة من الاصحابي اي ميك شور هيز جود يعني انا ام جود اذا انا خلص اوكي شيلني الكوتش صورت برا وانا بغيمة سوداء ضلني زعلان ومقفت كده الجيمة ومتطلع بالارض لا ازار في اعمل شي مني او انا بدي يفوت لعنده وقول له برافو عليك حيتطلع فيه باسمايل يعني هو ماشي حاله هو بانه بغيمة يعني كأنه انا هنيك اذا بقدر انا امبسط بانبساط غيري كمان ديش واحد بيشتغل على حاله تايوصل له هاللفل كتير كتير مانا سهل ابدا بتاخدك محلات كتير بشعة يعني اليوم لما انت ما تلاحظ انه بالغيمة بتطلق الغيمة اخدتك بتعليه مع الكوتش بتعليه مع الادارة بتخزي اتيابك بتعملي ميد قصة بتدشر من الفريق ببقى حدا بياخدك ولا فريق وكتير فيه لعيب هاك صراحة اي تنك ما كان عندهم حدا من منتر كمان يجي يحكيهم لما يعملوا هادا الشي بكيتش مرة بعد معتش اي تنك سو يمكن انا وصغير بس اكبر من انه ايبكي لانه بيبكي من الفرح ايه تبه الفرح اكيد بتبكيني بس انه ازعل انه اخسرت جيم لا اي اي بركض على الكورنيش مسلا انا في عندي كزا ايام من زمان نخسر جيم نخسر بطولة وبحطة عحالة وهون كمان غلط مش انا اللي خسرت الفريق لو انا خسرت ومش انا عرفت ايه كنت روح اركض على الكورنيش فضة يمكن لو ما عملت هيك يمكن كنت بكيت ايه بس ما بعرف ابكي ببكي من الفرح ايه بيصير هيكي بيعلى بيعلى الادرينلين وبتنزل نقطتان مسلا انو انو شو عام بيصير معي مش انا هيدا انا اعرفته بس ايه اي كنتoud بالنسبة له الزعل ايه شو Tunry ايه بجار ей البعض انا عبر افرط ااه ده ا حضر احضر الجيم ادي بيصير معي Néquus بلا انو براسي بتكون كتير كبيرة لعقد cambia والجمهور والعالم وحاجم هازن زعلين وكل هالقصص بيكونوا براسي أنا أذهب و أعمل أسفل 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 ابنك كثير قريب بأنه معلق فيه صح شو بتتمني له بدكي يطلع عمتلك لعي باسكت شو بدك ما بدي يطلع عمتلي ما بدي ما يطلع عمتلي يعني it's his decisions بدي يكون supportive لأله بدي أتعلم كل شي عم أتعلم وبيتويا عفكرة هدي trigger ليش عم أتعلم لا أقدر to be a support system لأله ويطلع a successful person وأنا بس هحبه إذا هو he gave effort هدي شي كتير مهم أنا بدي أعلم إياها اليوم أنت if you don't give effort شو ما بدك تعمل حيات I'm with you بس عطيني effort شو مي أنت اليوم مش متل مبارح اليوم أحسن اليوم عم نتعلم و if he's a good person hey kind hearted I'm gonna love him even more الآن مرتي كمان حبلة جايبة نوت عالطريق سوفيتين بدلان من أنه نحن نحبه أكتر ولا ما حنحبه أكتر لأنه عطين كل شي لأبني وبايدويا عم ببعد عنه قدمة فيه كمان هدي أنا ما بعرف ليش عم أعمل هيك عم خاف أتقرب منه عم خاف لأنه بقلولك من السنتين لسبع سنين بياخد كتير قصص مني الحلوين والبشعين فعم جرب أحميه مني إيش ده سعب هاي كتير مش عم بعرف إذا مزبوط ولا غلط ولا هدي كمان بدي منترشب لأنه بهاي أنا عايدونه يعني هذا فيلد جديد علي إيش وما بقل له لا وبدي قول شي ما بعرف إذا صح قوله إنه تربيته مثل تربيت يعني أنا بدي حطه بي مثلا إذا حطت له كبيات وكذا وهاكي حيكي يكسرهم نفس الشي البابي البابي بديك حطيه هو ما يغلبت فيها كمال يتعلم منه وعم مجرب كتير بيغلطوني إنه هني منهم مثل بعض وبعرف إنه منهم مثل بعض بس أتليس بأول فترة ما بدي يقول أنا لا 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 بيصير بيتعود على لا 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 في كتاب بيقول إنه ما تحطهو للقصص وظلت له لا بيقوله رانوان خلقت بال لا 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 بالعاد وهيكي بالعكس أنا بدي يحب كل شي عم يعمله بدي يتكلم يكون متكلم في كتاب الفرنسيوي بيقول لك كيف كل شي بتعلمه للولد قبل ست سنين بيفوتوا براسه وهيك بيبلش بالحياة مثلا أنا ما بسأل ناس غربة عشي هلأ صرت فأنا هلأ ما بدي يقول له لا ما تحكي مع هيدا الشخص ما تحكي مع هيدا الشخص ما بدي يطلع مثلي أنا بحكي الكل هلأ خلص أنا كتير متصارح مع حالي اليوم إذا بحكي مع غريب أنا معقول يصير أصحاب أو أو يساعدني بشي أنا عايزه هوني سو أنا براسه من هلأ ابني كلمة يحكي مع أحدا إنه اي روح بدو يدق على الباب أوكي ما في مشكلة بدو يزعج يزعج بس هدا لي انت خايف تقريب هيدا قديش انت مش بوساسف إنه خايف عليه وبدك تحميه هدا لي عم بيوصلك بعتقد عم بيحمي من الحالي بس بالعاكس ولازم يتعلم قصص منك خصوص إنه انت اشتغلت على حالك وتعلمت صاحبتي دايما بتقول إنه هي بدأ بنتا ومتلك كتبت نوتس وبالاخر عملت كتاب مننون لأنه بدأ بنتا يكون معا شي بحياتا ما اسكتو يكون تبلش منه ومش تخليه أنه ترجع تبلش من السفر أنه تبلش من هالشي وتنطلق بالحياة فبالعكس يودونت هاف أنه هالقد تخاف بالعكس زم انت عتعطيه هدا الشي وهو يختار حياته وبالنجي الحياة الواحد ما بيعبشو يترك للإنسان تعلقك بالبنان ليش هالقدمع أنه ممكن الواحد كان فيه يكون نصار بحال تاني عم بيعامل كاريير تاني مشكلة كاريير تاني من الكاريير تبعيتك تكون عم تتطور أكتر وتنجح أكتر وتعطي أكتر ورغم كل صعوبات لبنان أنا بشوف لبنان أنا بشوف في كتير عالم صح مدايقة بس هالعالم بفتكر ما بيعرفو يستفيدوا من اللي عم يصير حواليهم جربت برا عشت برا فترة صغيرة أخيي وأختي مختربين أكتر من عشرين سنة صلهم بكرح حياتهم مع أنه مثلا خيي ما بوق بيرجعوا على لبنان خيي من الناس اللي تعقدوا من لبنان وبالنسبة له خلاص أنه لبنان هو شي مرأ بحياتنا أنا لأ أنا ما فيني هك كون فكر يعني أنا ما سافر بيصير هومسيك بدي أرجع على بلدي وبدي يغير أنا بعنم آمن كيف بيقولك وكيف جابني لعندك لهون لما جيت أنا قبل من شي سنة مرأت من هون قلت أنا بدي أقعد على هذه الكرسي وبدي أحكي معيك بدي حورك أنا في لبنان I'm gonna do a change A lot of people will not like it لأنه هاخد منهم كتير بس I will do it for Lebanon وقلت لك ما بدي شي in return I will do it for Lebanon just wait wait on me على شي بيخوي في هذا الشي لأنه أنت بيقول مكنا عم نحكي قبل أنه بتحط شغلي برأسك بتعملها وتصلى for sure يعني أنا فحاتيك أبسط أبسط example أنا نووي ما يكون في كهرباء أنا بدي أمن شي نووي الطريق هكي تكون نووي مثلا اليوم حدا ينسرق له شي الدرك ما يقدروا يعملوا شي لأنه مثلا الكاميرا مش شغالة أو ما عندهم فاسلتي اليوم ديوين محاسب بمرق حدو إنه we have to do something ما ما فينا هيك نكفي so من هالقصص هالقصص براسة بس مش هم بعرف كيف وين بدي حط أنا أول وين بدي أبلش وين بدي أبلش وين بدي أبلش وين بدي أبلش ويليس لي ديش مهم البرسيفيرانس بالحياة it's very important بس بد أبتشي من نابعة من شي لأنه اليوم أنا بقول بدي أعمل هيدا الشغلي بتيجي أول طب بدي أبل طب مطب فيني أنا أسهل شي قاعد على الكنابي خلاص أنا ما أدي به هالقصص بس إذا عندك عن جد دافع مضبوط ومشاكل شو عم تعملي هوني في the why discovery إذا عندك the true why strong why لو شو ما إجا قدامك you're gonna keep going you're gonna find a solution هي مش ضرور أنت اللي توصلي فيك تطلبي مساعدة شوفي غيرك كيف عمل غيرك كيف وقع قبل لتتفادي هدا الموضوع سوء إن شاء الله البرسيفيران السباحي وصلني إن شاء الله وأنا بقول لح توصل في ناسك بتعتبر أنه أنت كتير هيك يا آسي يا مش شاي في حالك بس أنه مخبب بس بزيت الواحد في كتير بيقولوا لأ أنه هيدا وجه بيخبيه بس هو من جوا قلبه كتير طيب إن شاء الله ما بعرف إذا قلبي طيب بس ديوم أد ما في أصص براسي بخاف بعين ويك بحاجة على ايك بس 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 it's not your turn today أو I was so busy today فما قلت فكري هيك عني بس I'm pretty sure كل حد هنحكي معي سلام عليّ شي نهار حيقل لك إنه Oh my God ما قيتعرفين إنه هيك عمير هلد قريب وFriendly down to earth وهؤل السفات أنا ضروري ضلني متمسك فيهم لو شو ما صار معي بدي شوف شو الإنباكت بكتعمل عليّ ورح خبرة كيه بعدين لأن مدقت ما فتت وإنت عانفت حديني وعم بتقوله هلأ شوف شو بدي أعمل فيها ليش بس تتعلم بتخلي حدا نحس لأنه أنا بقول أول شي أنا هون بلبنان عندي بيت عمي وعيلتي صغيرة بس إنه أهلتي كلهم بره يعني بي وأمي وخيي واختي هني بره بس اليوم أنا بدي كون أنا الصخرة للناس اللي حواليه عرفتي يمكن لأمي وبي أمي ويك ويأتي نوت هلفت علي بس حاحكي عن مرتي وابني مو ويك وبين لنو أنو أمي ويك يعني اليوم أنا هني لما يوقعوا بدي يطلعوا يلاقوا جبل وراهن وما يخافوا سيفتي نوت تابعون أنا سيفتي نوت تابعيتي بوقت كانت أهلتي فينانشيلي اموشنلي يعني مثلا شو عرفني تتسيي وقفت سيارتي أنا أعلم بقي سيأخذها ويعمل كل شي لذلك كانت أهلتي كانت أهلتي جربت بطريقة معينة بس إنو إن شاء الله ما حدا يزعل مني بس هادي أنا اللي بقولو مع إنو كتير بزاعة العالم بس بزاعة العالم بزاعة العالم بيكون قاسي معهن مرات بكون هيكي جيفي جيف معهن إذا بدك مش أصدن مش أصدن فأي هوب ما يزعلوا مني ما في شي برسونل ليش بواحد بحس إنو عن جد عايش هيك بمحل مش سايعك وراسك مثل هدا مش عم بتلحق وعندك كتير تعملوا يعني الوقت عم يخلص الوقت عد عكسي بدي لحق بدي أعمل كل شي بدي أول شي قسم وقته بين عائلتي بين شغلي يعني أنا اليوم أمي وبي مسافرين براسي بدي أحكيهم بدي جار أنا ما بعرف لمرق يومين ما حكيتهم بكون قطع نهار هيك فجأة بزعل إنو بدي أحكيكم بدي أتسلم عليكم بدي أشوفكم الواحد ما بيلحق كل شي that's why اللي حيضلون حواليه إنو بيبل ما حيزعلوا إذا أنا ما حكيت معهم هول اللي أنا عالم بدي أحواليه anytime I call them they're ready وبيعرفوا إنو ما في شي برسونل قديش بتفكر بحالك والوقت اللي هو لقلك غير السبار هلأ راح جابني سبار ووقت اللي كان عم بعمل سبار لقلي بس قديش في وقت لقلك في وقت أنا I'm making sure إنو فيه life wheel بهاي دي life wheel بتقسميها بين education hobbies family شغل وقت لقلي هو عبارة عن just peace لما كون أنا أمير at peace بعض ما بدي أفكر بشي ما بدي أحكي مع حدا it's just my corner almost every day I do it for 10-15 minutes you can call it meditation you can call it manifestation كمان هدي شي كتير أنا بعملو بارتاح okay re-energy re-emergize myself أرجع بطلق عن جديد إذا ما عملتها بفوت بالبرناوت أي كتاب بتقرؤ هلأ عم تقرؤ هلأ في عندي كتاب the diary of the CEO مرتجة بتلي أنا عم ن love with it بس قبل عندي a lot of books خيرولي أول واحد بقلاش فيه إذا بنصح حدا who move my cheese هدا عم بحكي long time ago I read ito غير لي مبدأي بحياة لأنه فرجان إن أنا هيك أنا ناطر هايدي الجبنة من هيدا المحل وبس لا ماشي هيك الحياة وقد ما بديك كتب من بعض لكن قلنا للجنريشن الجديد الكتب القراية يشتغلوا على حالهم يكتبوا النوت الاسبار وكل هول التبسات يعني عن جد إن شاء الله يسمعوك حتى الهلس اليوم كتير مهم الوال بيينج إذا بنطلع اليوم بالعالم وينما كان بتشوف بالميديا حتى صار في ساكشن وال بيينج قديش الوال بيينج طبع الإنسان وقديش بيتضمن إشا بالوال بيينج ده شي مهم كتير الوال بيينج طبع الإنسان الوال بيينج والمنتل هيلز هول الاثنين هول الاثنين اليوم إذا بنطلع على كل شي ميديا وعلى حتى السوشي الميديا وغيره بتشوف قديش هدا الشي كتير مهم صار هني لقلي the top for sure بس أنا بدي أحكي عن البيهيفور اليوم ضايت أنتي مضرورة عملي ضايت as long as your behavior is right يعني أنا اليوم بيكل عقدي مش بيكل لأشبع وانتفخ سو إذا البيهيفور طبعي مضبوط لما أنا أكبر بكون عندي عادة أنه أنا بيكل صح ما بنصح ما بيصير عندي شرايين مسكرة وwhatever والمانتل والبينج هو عبارة عن أنه to talk إذا أنت مضيقة أحكي إذا أنت بدك شي ask for it إذا أنت ما بدك تعملي شي say no هولي كلهم بيأسروا على المانتل والبينج طبعي يعني بنعرف كتير ناس بيعملوا كل شي لكل العالم وآخر شي you know they burn out you have to say no أنا ما بدي أعمل هاك وبدك to say no بطريقة ما تحس حالك عبء زيادة عليك تطلب مني أنت شي بيقول لك أنه sorry I can do it بدك maybe later on بس right now I cannot I have I'm busy فإندي إذا تقبلتها يعني أنت عن جد my friend إذا ما تقبلتها أنت مصلحشية and that's it مضبوط هذا واحد يكون متصالح مع نفسه ومرتح مع حاله ويعرف يختار اللي هو بده إيه كيف أنت والتكنولوجيا قريب والتكنولوجيا وهلأ كله كله it's the trend artificial intelligence وكل اللي بيحكو فيه تحكي أنت وChad GPT ما تسأله لChad GPT recently صرت أحكي معه كثير recently صرت أحكي معه وصراحة عم أعلم my staff أنه يحكو معه anytime they need anything وما حدا عم يساعدهم إنه it's right there it's a tool we can use وليش لا تساعدنا بالشغل تبعنا بس ما نكون ديبندنت عليه وأنا مني خايفين على الهيومن أسبكت بالحياة لأنه الارتيفشل إنتليجنس ما هيكون مبدع هيعطيكي what's already there بس أنت ما بتعرفيه بس اليوم to move up to the next level هون الإبداع هون الراس هون المخ هون الإنسان مظبوط وأنا مني خايفين أبدا على الهيومنز طالما هني عن جد they want to to move on to the next step بس إذا واحد بده يعمل شيء قديم أنا خايفين عليه صراحة لأنه أردي معمول 200 مرة مش حد قدر تعطيه ماشي جديد بسألك كيف تعمل على نفسك للخروج من شعور الهزيمة بعد المباراة في حال خسر فريقك وكيف تتقبلها كنا عم نحكي بالموضوع بس أنه بتقبل صراحة ما بتقبل بحضر الفيديو بتمرن أكتر بنحكي مع الكوتش واللعيبة لأن نتفادى هيدا الشيء لبعدين وبكأس العالم صراحة فينا أعطيكي أكبر إجزامبل لما لعبنا ضد لاتفيا خسرنا فريق 40 نقطة وكانت من أكبر الإخسارات المزلة على الشخص أنا ما بعرف إذا منتخب لبنان خسران أكتر فتنا على اللوكل روم ما عارفه شو بنا نعمل هل نحن زعلنين ولا منا زعلن خسرين 40 نقطة صرت أنا أقل لهم أنه guys if you gave it your all ما فيكن تعملوا شي لا الزعل بفيد ولا إذا حضرنا فيديو بتفيد ولا في شي بفيد 40 نقطة كتير كبير So بنا أقل carry ourselves and move on هيكسار هيكسار وربحنا قد دفور وجلنا ربحنا ع إيران وعملنا أحلى كأس عالم فينا نعمله وكننا مطسطين and we made everybody proud سؤال الثاني ما هي التحديات التي تواجهها حاليا وكيف تدعم حالك للتغلب عليهم Wow nice question Chad GPT تحديات بين أنه تطور أو تطور الـ RPA وبين أنه يعني شو أنا اتطور اتوسع أصدي بالتطوير يا أما ضلني مركز على نفس الـ RPA وطور هيدا الـ RPA هيدا كتير هلأ براسة دي لهم كتير كبير كيف عم بقدر اتخطيها صراحة عم بطلب مساعدة أكتر عم بطلب ناس تساعدني لأنه أنا في أصص أنا ما أخدها فرانشايز ما بعرف كيف بيعمل فرانشايز أنا مش دارسة أول مرة بس أنا متأكد أن هناك مساعدة أول من المساعدات هلأ ذكرت أنه أطلع من الباسكتبور كمبليتلي يعني أنا كيف بدي يكون نتسي a source of income طبعي أو وقت غير تجهة الطابع وهون يكتنا نعم نحن 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 وشباب نعمل fund of a million dollars ونجيب ناس صغار من الجامعة لأنه نحن نحن نقدر أنا بقدر أمن هلأ a million dollars عندي ناس وقلنا أنه 100 100 person وعش تفضل that's a million dollars okay and I'm gonna do it كمان هلأ one of the things I will do ونعمل seminar أو بنعمل meeting مع التلميز they present their idea and we allocate هال million dollars لحيد ال idea and I wanna be part of this حبيت هل يمكنك مشاركة إنجاز أو تجربة حديثة تشعر بالفخر بها بشكل خاص حكينا أنه عن أنا ما بدي حط شي عن أنا بالعكس أنا بدي الفريق كله ينبسط حتى الكاس لما رفعته ضغري أعطيته للشباب لأنه ما بدي يضل معي بإيدي وبكره لا ليكوا الكاس معي أنا حعملوا للكاس وما حدا حيدقروا بالعكس استلمتوا ضغري أعطيتهم للشباب أعطيتهم أعطيتهم يفرجوا أصحابهم ينزلوا إنستال story بالعكس أنا I did my part we got the win we got the trophy and that's it ما هي الصفات التي تعتقد أنها تميز اللاعبين الاستثنائيين في كرة السلة أول شي التالنت أنا كتير بأيمن بالتالنت إنه إذا أنت موهوبة الله ععطيك هذه الشغلة use it وفي بيبل بيقولوا بدنا الويكنس نركز عليه أنا بيقول لك لا شوف أنت بشو قوي واستثمر بهذه القوة تبعك أول part هو التالنت لأنه في ناس hard workers بيكونوا صغار بيكونوا هني منهم منح بالباسكيبول بس they give it their all بس أنا بريتش شو لو حطوا هيدا الأفرت بشيه النقوية فيه they will reach the sky the next step هو being dedicated and hard work so talent and hard work هيك أنا بالنسبة لي مش hard work أنا talent لأنه بدي لأي أنا بشو قوي لما ألاقي بشو قوي بحط كل شي عندي موصل للهداع كي بتتحافز بيكون الموسم كتير طويل بين الصحة النفسية والجسدية تبعيتك كيف بتجمعون وبتحافز عليهم balance هو الأهم شي يكون عندك أكيد دائري تكتبه دائري ترقبه شو عم تعملي و I do the checklist أنا checklist عملي شي كتير مهم بالليل لما فوت حط check عملت هيك it gives me some satisfaction أنه نهاري كان productive and that would motivate me to start tomorrow and do more وهذه هي مهم بكرة أحسن من اليوم هذا أهم شي حلو أنت خير هذا السؤال إنه إذا الواحد أتجدك بقيت معجيك وبدأك تغير ما تغير فييه في لبنان بالباسكت أوف لا سؤال صعب كثير ووحد يضرب ووحد يضرب نعم نرجع لقبل 2005 سأتجد لأنه دعانه لبنان وأنا ما بدي أحكي سياسي أولا بس أنه اليوم I want to be proud to be Lebanese مش بس باسكتبول وايز اليوم بدي كل العالم تيجى على لبنان اليوم بدي الأجانب لما مثلا for example يحكوا عن لبنان أنه أجانب كنتراب لبنان واحد تروح لهونيك لا بدي يهون لا أنا بدي روح لبنان أنا أسمعت كثير عنه ما بدي روح على دباي والبلدان اللي حوالينا بدي أرجع على لبنان الي هو بيشبهنا ف I think هادي number one رجعنا لقل 2005 بل كيف ترجع لي باية كمان للأسف وين صرنا شو ملأ للأسف وين وصلنا وبيفتكروا الناس أنه يمكن نحنا ما منحسوا بينسوا بكل شي عشنا يا ريت عن جد منرجع ومنرجع للبنان الي منحلم في يلي هيك شوي أخذنا ريحة حسينا أنه نفس مش ريحة نفس أنه نحنا بدنا هذا الشي اللي بيشبهنا وبيشبهنا بيشبه كل واحد ونحنا مجايين بفتكر نلغي حدا اللي عم تحكي أنت وعم نحكيه أنه بدنا هذا اللبنان لكلنا نعيش بكرامة وبإحترام وشو بتغير فيك طولة بطول شوي هلا بغار نمر لشي عم تعمل challenge انت ونمر competition بغير فيي هنسلي ما بدي أغير شي أبدا أنا بدي أكتشف حالي الله عاتيني كثير أصاص اتناعم فيها بدي أكتشفها بدي أمبصت فيها للنعمة يعني مثلا أنا عندي الغدة مشكلة كبيرة عندي مشكلة مسيين بس I love it هيا مش أنت كلنا من نساء بس I love it هلا أنا عم بنغرم بحالي من هالأصاص وعم بنغرم بأمي مثلا أمي عندها نفس المشاكل اللي أنا عندي إياهن سوما باركنا على التليفون أنا وياها كل الوقت عم بنحكي عن هالموضوع وعم عرفها عن حالة لأن هي ما بتعرف إنه عندها هالأصاص بشي هلا أهول النيو Lion mains وكذا بلك بيساعدوك بالأصاص روح فتش أمور رشاشة عنهم قهوتك حلو يا أمورة أنا سي ما بشرب قهوة أم سوري بس أنه أكيد بحب السكر كتير وبس وقفته يعني من أنا وعمره 25 ما بقى أحط سكر كتير بيتميه والحياة حلوة يا أمورة Amazing I love it I can't wait يعني I wake up ready I wake up ready واتعلمت أنه لازم في ومخلال ساعة أطلع بالشمس it will give me more energy مظبوط more energy I love it give me more كله البشيكولوج بايدو يقول لك نفتاح وطلع بالشمس هذا اللي it will help it will help your cortisol level يعلى اللي هو اليميون system and your energy to start your day so true خاني خد صورة إذا اليوم ترجيك صورتك كيف تعتبر حالك راضي عن حالك راضي but it's not enough I can help a lot of more people I can help myself even more بس I'm proud of this guy لأنه هذا الزلم إجا من محل كتير بعيد ومن محل ما حد أتوقع and I love I love this أنه it always surprise people وعشنا هيك بقص شعرك كل مرة بطريقة لأن I don't want you to know my next move no way تعرفي وبقل لأنا مرتي ما حد تقدر تتعرفي شي عني وأنا ما بفهم حالي لأنه it's not it's not in my hands I'm just someone that's crazy in the head جوبة أنا مجنون مع حالي ما يحكي بحكي مع حالي كتير وعال ملعب I'm crazy تخاف من حالي عرفته so I'm proud of this guy he's keeping it together وعنده كتير بعض لقدام يعته and stuff to be proud of حلو thank you I'm here صدقيني ألا تتخيل قداش أنا I'm proud to be with you right now talking بس أنا مرح تخلى عنك وفي شي يعني جيد بفكرة أنت من سنة وأنا رح حقق أسون بايدو مش أخليك هالمرة تهرب thank you thank you so much